أهلاً وسهلاً بكم في قناة غسات الشاف لطيفة اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة سريعة رائعة لديدة بنينة ولا أروع في المطاق صحية لايت والأحسن والأروع من هذا وذات أنها تتبقى خفيفة وصحية بمتياز فإلا كنتوا أول مرة تتشوفوا القناة مرحبا بكم هذه هي الوجبة باش تعملوا انخيرات واشتراك في القناة ولكنتوا من الأوفية للقناة تستبعين لها تنجد الترحاب بكم وما تنسوش إلا عجبتكم الوصفة وعجبكم محتوى القناة عملوا فارتاج رابط الوصفة ورابط القناة مع الأهل والحباب باش تعمل الفائدة وما تنسوش مرة أخرى دخلوا صندوق الوصف شوفوا رابط قناة لطيفة تيرموميكس فتا هي غنية بالوصفات الصحية لهذا الوصفة بحشنا بحول البروكولي هو نوع من شفلو هناخدو قريس معين وبحشنا القرع الأخضر أو القرع الخضر سوف نقطعها شرائح بحال الشكل لأن هذه الخضر سوف نطيبها في البخار سوف نطيبها في تيرموميكس أو نطيبها في الإناء مهم يكون البخار الروبو تيرموميكس سوف نستعمل سوف نطيبها في البخار في الروبو تيرموميكس سوف نستعمل اليوم الروبو تيرموميكس 31 هو اللي متواجد عند بنتي في فرنسا واللي عنده TM5 يستعمل تأمسنك المهم نطيبوه في البخار لاجعكم كثير بحال هكذا ديروا شوية لتحت هاو نزيد هنا شوية في الفاروما سوف نطيب معه السومو يجوش تحتاج الشرائح تحتاج هومو بعد ما سوف نحيد لهم الجلده ساعتهم هلاكدام سوف ننشله نضيف نضيف و نضيف نضيف سوف نضيف هنا نضع الماء في البول نضع ملحة و نضع ملحة نضع ملحة نضع ملحة نضع ملحة نضع زيت الزيتون من الفوق و سيهبط على تكشير نضع ملحة نضع ملحة نضع ملحة نضع ملحة نضع ملحة 40 دقيقة نضع ملحة 40 دقيقة نضع ملحة نضع ملحة نضع ملحة نضع ملحة نضع ملحة طريقة طيب بالبخار نضع ملحة من الملحة من الملحة من الملحة و ملحة ما سيطيب البروكولي و سيطيب القرعة في جي نضع على هالشكل نطرف ها بواطا و هنا كيف ستشوفوا معي عندنا الصومو و ما تبقى من القرعة سوف نطرفهم هنا في بواطة الوقت الذي سوف نستعملهم في الكيش سوف نأخذهم ونوضفهم في الكيش سوف تدخل الدهار سوف نأخذ الكيش و سوف نستعمل و سوف تدخل العمل سوف ت Seeing و происход و تذكر ثم نقوم بتعطيها و الخضيرات ساعتها وتعمر بها الغيجين ساعتها الوصفة سوف نقوم بتعطيها ان شاء الله خاصة بالنسبة للسيدات التي تخدموه او سيدات العاملات فلناخدو لفات بغيزة او العجين المكسر سيكون واجد وتمكن تسيدة الغير العاملة تديره لنكاش عندها الوقت فلناخدو لفات بغيزة بحلقة دار نحلوها فتكون لاصقفة على البابيك تبعية ونجيب ونقوم بلاصيوها في المول حلقة دا أي نحطها في المول ساعنا نقصوا من هذا القاعدة باش ميتحرقش لنا في الحرن هادو وصفات بالنسبة للسيدات العاملات سيكونوا ناقصين عليهم الخضر اللي طيبنا بالبخار نتقبوا شوية هادو الأقباط بغيزة ها في بعد ما سنتقبوا هاكي بحلوكا شوية بادي ندخلوها الفران نطيبوها نصطيبة ورجعو نكملو الوصف من بعد ما نطيبوها نصطيبة بحلفتها نحطها جانبا نجي وناخدو القرعة والوكولي والصومو اللي احنا طيبنا بالبخار نحاولو نوزعوهم هناك نضيف القرعة نديرو البروكولي نوزعو هناك نحاولو كل مكان ياخد حقوق من هاد الخضار وزالين هاد الخضار اللي هي الكوغجات والبوكولي نجي وننتقبو من طريفة الصومو اللي احنا نطيب منهم بالبخار باش ما فيهم شوك نوزعوهم فهما هناي هاد نحاول نخرج ديك الخضورة بالخضراء باش ما يغلبش اللون الابيض على الكيش اللون السومو على الكيش شعن على الكيش شعن باش ما يغلبش هاد حيث العين تساكل قبل من الفم وهنا بعدين ناخد الصومو في مي ولكن هناخد غير شوية حيث يعطي واحد المضاق هائل هاد الكيش ما نكترش هناخد غير شوية حيث المضاق فيه رائع هاد هاد هدي خرج لنا ادك السومو لي بخرنا هسي يعتينو احد المضاق فوزاب لهاد الكيش هاد امبعد غاد ندوزو نجدو لابريا كيش دائمان كيش ساعنا صحية هاد نخدم فيها كريم كويسان لجر سوف نخذها 12% مئتين ميلي 12% مواد الدهنية سوف نزيد ياغورت طبيعي لكي نقضي في الصحي سوف نزيد 3 تا البيضات من النوع البيو موجودين هنا لا نتأكد من الطارة واحد المرة فهي 100% طرية سوف نزيد من الملقة كبيرة لغوم ماجي أو لصوص ماجي خاصة بالوصفات وهي ثاني سر من الأسرار التي تجيب هذا الكيش رائع في المداق ضيق غير واحد شوية عد قوزة غير شوية ما باش نكوب مباشرة باش ما نكتشر سوف نقوم بسعة الملحة سوف نقوم بسعة الملحة سوف نقوم بسعة الملحة سوف نقوم بسعة الملاحة و نقوم بسعة الملحة المون يكون 5 سنتيمترا على العلو و 28 سنتيمترا على القطر سنتيمترا على القطر سخون 180 سنقوم بإمكانك تقاد مع لباية كيش تطيب و تشد راسها كيش مني يتعطيب تأتي على هذه الشكل و تطقي السخون سيتحمل قليلا و لباية تتحمضنا مزيلا نحيضه من هذا المون و نضيفه في تقديم رائع رائع نحمر الثال شو ما تشوفه سوف نضيفه بشوية جوبن بشوية بشوية صحي تنزينها من الفوق بشوية جبن الشيدر بنوعه البرتقالي والعادي وهكذا تنمسطول هذه النتيجة الرائعة كيش اللي ممكننا نقدموه كوصفة للعشاء أو الغداء رائع في المضاق وفي المنظر وغزال وتشهي الديد والأروع من هذا أنه صحي سيدتي تأتي رائع وغزال وبنين والديد وتشهي وهنا طبقات الصومو والقرعا والبروكولي والفوق مزين بجبن الشيدر تعطيته هو شكيل وغزال أنا غادي ارافق هاد الكيش بالحريرة المغربية اللي قدرتها للدراني كانوا محشين فيها بعد مزيد الزيارة تعتهم هنا في فرنسا تجي رائعة قدرنا حريرة مغربية وغزالة وتشهي واللي الوصفة تعت هاد الحريرة غادي تلقاوا الرابط تعها في صندوق الوصف سبق لي وتقسمتها معاكم بالروبو تيرموميكس وبالطريقة العادية فإلى عجبتكم الوصفة تعهاد الكيش ما تبخلوش عليه بوضع تعليق وبالبرتاج وباللايك وما تنسوش دخلو الصندوق الوصف شوفوا رابط قناة لطيفة تيرموميكس فتهية غنية بالوصفات بالصحة والراحة وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله شكرا 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 شكرا